يبدو من كلامك دكتور أحمد بأن الملف أكبر من قدرات وزارة الهجرة يجب أن يكون هناك برنامج استراتيجي وطني على مستوى العراق لحل هذه المعضلة لأن ملف النازحين داخل أراضي العراقية لم تستطع بعد سبع سنوات على تحرير هذه الأراضي وزارة الهجرة من إعادة توطين هؤلاء النازحين في مناطقهم التي خرجوا منها ونزحوا منها حتى يصار إلى تسليم وزارة الهجرة لعائلات مخيم الهول وما يحملونه من أفكار لربما أنت تعلم بشكل واضح ماذا يمكن أن تكون إذن القدرات أكبر من وزارة الهجرة يجب أن يكون هناك كما تفضلت برنامج استراتيجي واضح للحكومة العراقية والدولة العراقية بشكل عام حتى تتحمل كامل مسؤولية فيما يتعلق بهذا الملف من أين نبدأ إذا أردنا أن نفكك موضوع النازحين سواء من داخل العراق أو حتى من مخيم الهول الذي ربما يشكل وجعا وألما لرأس الحكومة العراقية من البنى التحتية البنى التحتية هي التي ستتكفل بإعادة التموضع اجتماعيا سواء كان للمتضررين من العمليات على سبيل المثال الأيزيديين لماذا لا زالوا في المخيمات؟ إعادة البنى التحتية وبناء المدن العصرية هو بحد ذاته سيشكل عنصر جذب لعودتهم إلى مناطقهم التي ترعرعوا فيها وعاشوا فيها فإذا تلقائيا من تأمن البنى التحتية لترح تشكل عنصر جذب وبعد ذلك تبدأ وسائل توفير الأمان بوضع ضمانات ترتقي فيها وسائل الأطمئنان أن الأيزيديين للاستخلص منهم من القوى الوطنية وندربهم تدريب ويكونوا جزءا من المنظومة الأمنية هم الأقرب لثقافتهم الأقرب لطباعهم كمجتمع محلي وفي ذات الوقت يكونوا جزءا من المؤسسة الأمنية ضامنة وتبقى بقية المؤسسات الأمنية الاتحادية الساندة هذه مسألة الاهتمام بسكان المحليين ومراعاة ثقافتهم المحلية واحدة من وسائل نجاح النظم الفدرالية التي يراعى فيها الثقافات المحلية ولا يجري إخفال الثقافة الإجمالية أو الثقافة الوطنية فضلا عن مسألة الوعي الوعي مطلوب سواء كان للمجتمع الذي سيشكل حاضن الوافدين وعني بهم ما موجودين في مقيم الهول ثم البرنامج المركز الذي سيشكل شوك أشبه بالصدمة لمنظومتهم القيمية لتحطيم الموروث الفكري والسلوكي لديهم في إجراء عملية الاندباج وهذا لا يتحقق عبر موظف في وزارة الهجرة والمهجرين وإنما عبر متخصص في الجامعات وإحنا بالمناسبة من أرقى وأثقف جامعاتنا اللي راحن عليها جامعات في الموصل فلنستصرخهم خلي نكلفهم بهذه المهام هم قاتلوا في الميدان العلمي خلي نستثمر هذه الجامعات العلمية الرصينة اللي بالحقيقة مقلع للعقول والرجال ونزجهم في هذه المعركة وأنا على يقين سنختزل الزمن ونحقق أفضل النتائج في عادة الاندماج الاجتماعي لا تبقى القضية عالقة لأنه أمامنا خيارات أخرى أمامنا عادة بناء وأمامنا انفتاح في مجال التلمية المستدامة هذه كلما بقيت عالقة كلما أثرت على تراتبية استحقاقات المرحلة القادمة نعم إذن الخبير الاستراتيجي دكتور أحمد الشريفي كنت معي من بغداد شكرا جزيلا لك